امر طبعا برحب بك معنا في اللا كورة حبيبي عامل ايه انت الاخبار كله حلو طب مني عليك عامل في اسموح كله تمام الحمد دنيا تمامينك كله حلو ما منشوفكش كتير يمكن شفناك مؤخرا في ماتشوط قصر ربطة كان ايه السبب سبب انك شفتني مؤخرا او ما شفنيش كتير ما بشوفكش كتير عايز ابدأ بيها وبعد كده اني شفتك مؤخرا ورغم تقلقك وان انت قصرت الدنيا الناس مستنيها تشوفك اكتر الفترة اللي جاي والله يمكن الفترة فات كان هاني يماشي بشكل كويس وبس يمكن الفرصة لسه ما جاتش بس الحمد لله لما لعبت ماتشوط ربطة كنت قدت بشكل كويس والفترة الجاية ممكن يكون في برضو مشاركات كتير اه عمر كان بعيد كتير عن المشاركات لعبت في ماتشوط قصر ربطة تقلقت تقلق كبير كان ايه الحافز ليك في الفترة دي ان انت تتقلق وتظهر بالشكل اللي الناس كلها شديد بيك الحمد لله اه بتمرن كويس وبعمل علاقة عشان لما تيجي حاجة زي كده اكون جاهز له ولما جات الحمد لله كنت جاهز وعدت بشكل كويس بعدها في ربنا اكيد يعني عارفين عمر من اللعيبة او من الحراس اللي ما هي دايما بتحب تبقى رقم واحد ما بتحبش تقعد كتير ازاي انت بتتعامل في ده مع نادي سموحة مع الكابتن احمد ناجي مع الكابتن احمد سامي كلامهم معك بيبقى ايه دي حقيقة والله ممكن انا من انا صغير بتربيت انها كن موجود اساسي اساسا من الناشئين بس انا محضوط في ظروف غصبة عني يعني اه حاولت كتير جدا ان انا مشي حاولت كتير كتير مش اكتر من مرة بس النادي رافض بشكل كبير يعني بس اه السنة بقى بقى اتمرأ بقى اعمل عشان لما تيجي بقى قدر امسك في الفرصة وهكون موجود تاني اساسي. جالك عروض ايه? جال ايه السنة دي او اللي امتى. اه في يناير? في يناير يمكن في اول السنة جات لي الجونة اول السنة خالص كان اه اتكلمت مع نادي الجونة وفي يناير كان فيه غزل المحلة وكان من يومين الاسماعيل. ده بيقى دول ان انت حارس كبير والناس عارفة موهبتك والناس عارفة انت ازاي بتبقى موجود في الملعب لما بتشارك وبتبقى اساسي. ده بيديك حافز الفترة الجديدة ان انت تكسر الدنيا برضو في المباريات وتسعى ان انت تشارك بشكل اساسي. اكيد الحمدلله. كان انا من مطشين كزا نادي تكلم مع نادي علي. من مطشين. فانا لو الفترة الجاية يكون عندي اسرار اكتر ان انا كون موجود. لو مش هيبقى لها فرصة في النادي اشوف فرصة في حد في المكان تاني يعني. رفضوا ليه في النادي انك تمشي? والله ما بالنسبة لهم حاجة كويسة فيما بعد. يعني مع الهاني يجون يمكن سنهم مسلا كبير شوية رسا صغير في السن فاهم ما مستنين بعد كده. فدي ممكن تكون وجهة نظرهم وشايفين الفترة دي بقى دي بشكل كويس فمحتاجين يعني. المنافسة ازاي بقى مع الهاني سليمة? المنافسة والله كويسة جدا. يعني فيه منافسة قوية في التمرين وبعد المنافسة دي كمان المنافسة زادت وهتزيد عايز بقى اتكلم معك عن الوقت ايه مش الصعب جالك بقى انت موجود تلعب مطش لاهلي الظروف كلها حطيتك انت تبقى موجود في مطش كبير. اه. زي ما بيقولوا المطشات الكبيرة بيبتولد نجم كبير. وصف لي بقى ازاي انت لعبت مطش الاهلي وتمهد لك قبلها ازاي والظروف اللي كانت حصلة. كنا رايحين نلعب مطش. نلعب تطلع الجيش. فاشلنا وتصاب. فلعبت المطش قد بشكل كويس. واكسرنا تده صفر. تاني يوم في التمرين كان عندنا اجازة تاني يوم والتالت يوم هو التمرين. فمن تالت يوم كان مستر اناسيو وكان التاني دايما نتارك كبيره معي انت هتلعب مطش الاهلي. يعني كان جنيش بدأ يرجع من الاصابة فقال لي لأ خلاص احنا قررنا نتلعب مطش الاهلي. فانا خدت الصدمة بدري شوية. يعني قبلها بتاعت اربع ايام فكنت ايه الموضوع على ما جاي المطش كنت خلاص الصدمة خدت الصدمة بدري وموضوع بالنسبة لي باعادي. جينا في مطش الاهلي طبعا في الناد الزمالك وفي الناد الاهلي دايما او الاندل كبيرة. اه هتلاقي العامة الصغيرة بتتعود تلعب تحت ضغطة. لان انت دايما بتلعب عايز تكسب. انت مسلا زي ما فيه في الفريق الاول فيه في الناشئين برضو. الزمالك دايما بيكسب الاهلي دايما بيكسب كده. فانت متعاود على الضغطات ما انت صغير. والريدي لعبت مطش الاهلي زمالك كتير في الناشئين. فبالنسبة لك الموضوع هو هو بس على كبير. بقى على في التلفزيون متشاف والكلام ده. فبعد توفي ربنا الحمدلله ربنا وفق طبعا وعملت مطش كويس. ممكن خسرنا بس انا قديت بشكل كويس. كان اول مطش وكاكسيني وقتها. فالحمدلله يعني. عايزك توصف لي بقى الليلة اللي قبل المطش. دي اكيد ما كانتش ليلة سهلة على لعيب صغير هيبدأ المطش وجون. ودايما بيقولوا الجون تسئين في المئة من الفرقة. فانا عايزك توصف لي بقى الليلة دي كانت جات عليك ازاي? واللعيبة كانوا بيتكلموا معك وبيدعموك ازاي? هو كان اه احنا قبل المطش كان عندنا محاضرة بعد ما خلصنا. كان جنش وكانت نايمة اه روحنا عادنا جبنا لابتوب كده شوفنا دي اه بلعب ازاي ويوجهوني هتعمل كزا وتوقف كزا وتبقى قريب من كزا وتعمل الكلام ده. فده قبل المطش بيوم. وغير كده بقى الحمدلله يعني ما كنت اه قبلها بيوم برضه صليت وعادت ادعي ربنا كتير عوي عشان المطش بكرة وبتاع عشان ربنا يسترع معنا. وآآ وتاني يوم بقى عملت يعني حاولت اعملك اي حاجة تخلينا طلع بارة الضغط شوية. عملت ايه? يعني اولا صحيت الصبح كده يعني بعد ما صليت وكل الكلام ده كان معي عبد المنصف قاعد معي في القوضة محمود عبد المنصف قاعدنا نشغل اغاني ونرقص وبتاها كده قبل المطش اللي هو ايه نبعد عن الضغط شوية. واحنا رايحين الاستاذ قعدت اتفرج على كومنتات الناس اا اا او اراءة في ان انا لعب. وكنت بحاول اشوف هما بيتكلموا في ايه? وحاول اعمل عكس. الجانب اللي كنت بتشوف اكيد كومنتات ده لسه صغير ده يا ربنا يسترها النهار ده. كنت اشوف الكويس وكنتشوف الوحش. كنت بتعمل ايه في الوحش? بالعكس انا كنت اصلا كنت واصل اخش شوف الوحش. يعني كنت اشوف الوحش انا شوفوش الناس هتبقى مقلقة مني في ايه? وحاول اعمل عكسه. فليت معظم الكلام ده هيبقى خايف ايه اما هزوز ايه اما مش عايفي فحاولت على قد ما قدر ان انا انا ايه ما بعيد الناس ان انا عادي مش هخايف وموضوع هاي عادي. تفتكر كومنت بعينه في الملاس مكتود المباراة? لأ. انا لما نزلت المطش انا شوفت قبل المطش. بس بعد اول ما المطش بقى خلاص ما بقتش فكر حاجة بقى خلاص. انا مركز في المطش. رغم الخسارة رد فعل النقاط او الجماهير بيك. كان كان عالي جدا. واشاهده بقدراتك واشاهده كمان بالمستوى اللي انت قديته. شوفت ده ازاي? شوفتها طبعا حاجة كبيرة جدا وكانت بالنسبة لي يعني خلاص احنا زي ما يقول انت بتذاكر بقى لك سنة وعندك امتحان. فانت نجحت في الامتحان. ونجحت بدرجة كويسة. فاهم? ده الموضوع كان بالنسبة لي كده فكان بالنسبة لي حاجة كانت بالنسبة لي حلوة جدا وانك تظهر في مطش اهلي وزي ما عليك وفي سن صغير وتقدي بالشكل ده. يمكن فيه ناس لما لعبة الموقف ما قدتش بالشكل الكلام ده. فانت وجوان اسماء كبيرة. فانت بالنسبة لك عملت حاجة كبيرة. ما بنسبة لسنك. عايزة اخد من كلامك شوية ان في الزمالك انت دايما بتتحط في الموقف الصعبة. جيت برضو لعبت ماتش نهضة البركان هناك. ام. وكان بقى لك برضو فترة بعيدة عن المشاركة. يمكن بالنسبة لي كان ماتش نهضة البركان اصعب من ماتشوات الاهلي. والماتشوات الاولى اللي عبتها. يعني لان يعني قبل ماتش قبل ماتشوات الاهلي والكلام ده انا كنت فت في التمرين. كنت باتمرن باخد نفس جرعات التمرين اللي باخدها الشناوي وجنش والناس دي. فكنت جاهز بدنيا ونفسيا للكلام ده. عكس مسلا نهضة بركان. نهضة بركان انا كنت قاعد طول السنة مش باتمرن. يعني ما اوزا ما كنتش باتمرن. ليه كنتش باتمرن? مش باتمرن لانهما في اوروبا مسلا تقريبا اوكاية السياسة بتاعت مستر مدارب الحروس. وممكن برضو ان هما بيمرنوا اتنين حراس مرمى معظم الوقت. فانا كنت معظم الوقت بقى بقتمرن مع اللعيبة. في مرة حتى عملت اتخنقت مع مستر جوس. بسبب حوار زي كده. يعني ان احنا كنا نزلت التسخين مع حراس المرمى وبتاع. ومستر جوس مناديلي من تمامين حراس المرمى مطلعني عشان اجا اكمل المربع. بيتعب اربعة اتنين في النصر جايبني من ده عشان اكمل ده. فيعني الدقيقة انا كنت عايز اتمرن. بقى لك سنة وبتتمرنش. مش مش باتمرنش باتمرن بس مش باتمرن بنفس ما اجلنش كوي وعمدك هو بتمرنه. مم. يعني مسلا كان كل قبل مطش. كل المطشات اليوم اللي قبل مطش هبتمرنش مع مع الحراس. وانت يبلت ده ليه? ايه? يبلت ده ليه? هعمل ايه? اتكلمت معك مع كزا حد. مين اللي اتكلمت معهم? اتكلمت معك ايه ما نحافظ وقتها. اتكلمت مع كابتنا امير عزمي المجاهد وقتها. كانت وقت زمي المرتضى معنا. ردهم كان ايه? ما هو بيفكر كده ومعلش ويستحن. بس انت مش مش لاعب انت حارس مرمى. مفروض تاخد نفس الجرعات التدريبي اللي بيأخذ. كنا بنكسب والدنيا مشها فخلاص. انت اه ماشية اكسب وكده كده عمل اللي انت عايزه بحاجة. بس مش انت الوحدك اللي عنيت بالظروف دي. في الوقت ده. اللي انا فاكره كنت انا. كان فيه لعيبة برضو كان الوقت كان بتانو باقي اعتمد على تلاتتاشر لعيف فقط بس والباقي كله بيتمرن لوحده. بيتمرنه بيتمرنه مع الفريق بس عكس ان انا بقى انا حارس مرمى اتمرن مع اللعيبة. انت متخيل ان تطلعني امتمنح راسي مرمى عشر او روح هكمل مربع عربعة اتنين في النص. وبعدها يشتغل شغل تاني. آآ يودي اللجواني يشتغل عجون وانا قفى باصل قرى اللعيبة وانا مش انا هنا مش انا مش انا مش لعيبة انا حارس مرمى انا عايز اشتغل مع عمد وجنش. قال لك ايه رده? قال لي خلاص اطلع حبر. طلو ماشي مش مشكلة هطلع برة. لها تبرى. وطلعت برة التمرين. يعني دي تقريبا مشكلة الوحيدة اللي حصلت معاه في نادي الزمالك. في الستاشر سنان اللي عطفل زمالك دي المشكلة الوحيدة اللي عطفل حصلت معاه في نادي الزمالك. عمر يعني اعملت مشكلة مع حد. دي مشكلة الوحيدة. يعني انت رح تقولت له انا حارس مرمى مش لعيب قال لك يطلع برة على طول. هو لما طلعني من تمام الحراس. قال لي اشتغل اربعة واتنين في النص. فانا اتضايق على امل ان شوية هيشتغلوا على لجون مسلا اوفرات ولا الكلام ده فانا هرجع اشتغل معهم تاني. فلما جيه يشتغلوا تاني قال لي انت اطوقف هنا جمع لي شوية تكور كتير كده. وقال لي انت هتباصي هنا مرة وهتباصي هنا مرة. وعماد وجيه يشتغل ناحة تانية هم اللي هيشتغلوا. فانا قلت له مستر انا عايز اشتغل مع اللي جوان انا حارس مرة ما عايز اشتغل ممكن التحدي يعمل لك الكلام دي. اما اهلي لا انا بقول لك اشتغل هنا. فقلت له انت لو احتاجتنا هتحاجن حارس مرة واشتحاجن العيب. يعني ايه جمع الكور. ايوة انت متخيل مسلا وكده وانت هتباصي مرة لك انحز كنحز امام ومرة لعبدالله جمعة وهم هروح يعملوا وفرات ويفنشوا عالجون. وعماد وجيهني الشغالين وانا واعب بباصلهم الكور. فالطولة انا مش جاي انا اشتغل على العيب. انت هتحتاجنا لتحاجن حارس مرمى. فهمي لي خلاص. لا مش عاجبك اطلع بك. طولة خلاص ما بيش مشكلة هطلع بك. نروح لما تشجونة. نروح. مواقف الصعبة. استكمالا لسلسلة المواقف الصعبة. انت لو حسابتات لقيا كلها مواقف صعبة. والله فعلا لحسابتات لقيا كلها مواقف صعبة. اه ما بين يلا ربع نهاية كاس بعد كده اهلي بعد كده قبل نهاية كاس اسماعيلي زماليكم اسماعيلي برضو مطش. ديربي. ديربي. بعد كده جينيش يتصاف ربع نهاية كاس تنزل ربع نهاية كاس. كلها مطشات كؤوس بعد كده يلا الجونة لازم تكسب عشان تاخد الدورة. تا اهلا بقى للمطش ده. فكلها مطشات صعبة. عمر بقى هتلعب مطش الجونة. مطش مهم والدورة والجونة في الجونة وشحن جماعيري مش طبيعي. اه. ولعبت المطش بتاع الجونة. الحصل بعدها بقى هجوم غير طبيعي عليك. المشكلة ان ان الناس ما بتشوفش غير الغلط. يعني انت معظم هتلاقي الجماعي في مصر انت كويس لحد ما تغلط. بعد ما تغلط بقى خلاص هتقلب عليك الدنيا. انت في معظم انت كويس لحد ما تغلط. هتغلط بقى خلاص على فكرة مش في الزمالك بس في كل اهد. بس ده كان ده يقفل اللعبة كلها مش في عمر بس. انت لو شفت المطش تاني او كانش ديقف بالنسبالي خالص. هي كغلطة الجون بس. غير كده كنت عمطش كويس جدا. يعني انت لو شفت المطش تاني انا كنت كويس لحد ما غلطت غلطة الجون. بس انا من كواليس كده او من معلوماتي عارف ان انت قبل مطش الجونة كنت عارف ان انت هتمشي في النادي السمالك. اه كان القرار متاخد اصلا. وانت كنت عارف واعتقد ما كانتش فيه حد في النادي كتير عارف ان اللعبة اللي هتمشي. كنت انا عارف ان انا همشي. عماد السيد كان عارف ان ان همشي. عبد المنصف كان عارف ان 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 امشي. كابتان ايمان كانتشكك في ان وهيمشي اولا. كابتان ايمان حافز نفسه. كابتان ايمان طاهر. طاهر بدرب الحرز. بدرب الحرزة ص Target المتخيل انت هتلعب مطش. وبعدين انت برضو ما انت هتمشي وهيجي مكانك حد. يعني ده خد من تفكيرك في المطش? خد من تفكير قبل المطش كتير قوي. يعني كنت وقتها كنت انا بلعب في المنتخب الوليمبيا اساسي. وانت هتمشي عشان نجيب صبحي. اللي معاك في المنتخب بس مش مش اساسي. طب ايه الفكرة? ما انا برضو كنت يعني تنسى اولاد كتير ايه الفكرة? حطيني تحت ضغطا. مين مين قالك قبل المطش ان انت مش تبقى موجود? كان عماد. عماد السيد. مسألتوش انت عرفت منين? اه محنا كنت في مصادر في النادي في ناس معروفة. بس في مصادر كان مصدر موسوك منه جدا في الوقت ده? في مصادر كتير في ناس باركة تلاقي موسوك منه. ليه في الوقت ده? وان انت بتنفس عالدوري يتاخد قرارات بالشكل ده? في التوقيت ده? مش عارف ممكن تكون عشوية في القرارات او عشوية في اتخاذات القرارات. شوقته? بعد ان مطش خلص الدوري يشوفها تحصل ايه بقى كامل ماشي وقعد امن انت عايزه. خد من تفكيرك فبالتالي? بس اعتقد يعني ما حاجة اول مرة اقولها الصراحة ما يعني دي كانت بقى بس انا اول مرة اولا. انها مش هينفع اقول مين? امو اخلا. حد قال لي ان في حد من نادي الزمالية كان قاعد في قاعدة. وقال ان انا مش بحبه. مش بحبه عمر ده. حد فني ولا اداري? اه اداري. اللي كان بيتكلم عليك في الاعدة. اداري اداري. ومش اقول اكتر من كده. ده انا على كرسي اللي اعترافها طول كل حاجة. انا بقول لك اول مرة اقوله الكلام ده. يعني حد قال لي ان كانت في قاعدة كان في ناس قاعدة وبتاع. وجات سرتي فلحد الاداري ده قال انا مش بحبه كده كده انا همشي اول السنة. يعني القرار كان مسبق. ده كان قابل ما انت تعرف فات ده? كان قابل ما عارف بشوية حلوين. يعني بشهر مسلا. وانتو بتنفسوا عالدوري ومشيين كويس. من قبل ما اصلا تحصل بقى قبل ما يحصل ما جلنيش يتصاب وقبل ما عمد من قبل اي حاجة. القرار كان متاخد? اه انا بحبوش كده كده اللي وده عن المشاكل. ما عافش ايه المشاكل اللي كنت عاملها بس انا كده همشي. ليه في الفترة دي متاخد عنك ان ان انت اعمل مشاكل اعمل مشاكل. مشاكل ايه? والله ما اعرف انا حتى ده ما عافش ايه مشاكل انا عملتها. مفيش مرة تخصم مني فلوس. مفيش مرة توقفت عن التمريم. مفيش مرة اه اي حاجة حالة. مفيش مفيش. مع الطبيعي لو انا بعمل مشاكل هتوقف. بعمل مشاكل تخصم مني فلوس. بعمل مشاكل مش خش مطشاط. انما انا بفيش مرة حصل معا كده. وبالعكس الناس كنت تكلم معا كويس. وبتاعي انا حتى استغربت لما اتقال لي كده اترم ازاي ده الشخص ده يحبني وانا علاقتي بي كويس لك لأ انا هو اتقال كده بالحرف فبعدها اتأكدت من الكلام لان انا ما عرفت من عماد لما قال لك انا وانت مش هنكمل عرفت بقى اتأكدت من كامل الشخص اللي قال لك ان المسؤول ده قال عنك كزا. الفكرة بقى كمان لأ مش غير كده اللي هو انا يعني لما حسنتها وحقولتها اشوف مبرر لمشاني مش عارف انا مش عارف يعني ايه المبرق غلط جوا من العالم كلها بتغلط يعني اه اوليفر كان غلط في نهاية كسع عالم المانيا والبرازيل غلط وخسرت المانيا. البعض ده يعني بعض الجماهير? ما اتدبحش انا اتبحت انا بعد غلطة الجماهير دي اتدبح هوني. ما حتى موتش اللي بعدها ما لعبتش. فالموضوع كان بالنسبة لي. شلت الليلة. شلت الليلة مش ليلتي خالص مش بتاعتي. ايه اللي عشتوا في نادي الزمالك ولا شفتوا? اه شفت اي ناشئ في نادي الزمالك في الفترة ما بين الفين وتمانية لحد الفين وخمسراش عالفين وخمسراش عاش اصعب فترات اصعب فترة ناشئين في التاريخ. حققت مرة في ملاعب رملة. ما يحب تترمي تترمي كده على طوب في نادي الزمالك هنا. اه ايام ما كان نجيل طبيعي وبعد اخر السنة يتقلب برمل وبتاع. مرة انت فقط نلعب دي ازاي وقت لعب اتمرم في رمل. رمل عافية يعني رمل شفت كانك تمام في شط ما اتمرنوش هم ما شافوش ان احنا نروح نتمرن نتسوعة اتناشر سنة ولا اتناشر سنة نروح مسلا نتمرن في اه في السعيدة زينا في مركز شاب زينا هم تخش تمشي في قلب المقابر عشان تخش تتمرن وتقابل بلتجية ويطلع عليك ويسبتوك ويعملوك. ما شافوش هم الكلام ده. يطلعوا يتهموك بان ان انت قابض وبايع النادي ليه? شافوا هم اخرهم يشجعوا النادي بس. شجعوه فيين من ورا التليفزيون وينطاقت بقى. ده كان كويس ده كان وحش ده 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 ما يعرفوش الظروف. الناس بتشوف اللي قدامهم بس. ما يعرفوش الظروف اللي بتمر بها ايه عشان توصل لانت في ده. ما احترام واحد يقول لك اصل انت ده انت قابض ده انت بايع النادي. عملت انت ايه للنادي? يلي بتقول علينا بايع النادي? يمكن ده كلام ما عملتش حاجة للنادي. بس انا شئيت وتعبت عشان اوصل لانا في ده. اكيد مش عبيع النادي. مش عبيع ولا انا. كلام يعني كلام. كلام مش مش يتعب ده يحزن. انت ايجي واحد ما ما يعرفش عنك حاجة وما يعرفش انت عانيت قد ايه في النادي. ويقول لك اصلا انت باعت النادي. تعال باعت المطش بعد مباراة الجونة. انت عارف ان انت هتمشي فمش فارق معك النادي. اه انت لأ اه عمر اه بيتها راخة. اتقال عليك كل ده بعد مباراة الجونة. ان دي مباراة لعبتها بعد اه مباريات كتير او بعد اوقات كتير ما كنتش بتلعب فيه. وبعدين مع احترامي انا لعبت مسلا سبع تمام مطشات. مهمين جدا. مهمين جدا جدا. وقديت فيهم بشكلك وياس جدا. واجف مطش. ما كنتش موفق. فيا يا خلاص بقى يلا اتبح. هاضيف لحالتك عمادي السيد. ليه انت وعمدي السيد اخر المسم ده تهمتو بالتراخي واتهمتو ان انتو بيعين القضية وبيعين النادي بعد نهاية الموسم. وشيلتو ان انتو ضيعتو الدوري كمان عن النادي الزمالي. يمكن عماد غضل بعد ما الدوري. احنا شيلنا بقتك احنا شلنا مش شلتنا. او يا الشلكة ما فوت توزع على ناس كتير قوي شيلنا انا وهو بس. يعني شلنا شلة مش مش حاجتنا. لصالح مين? لصالح مين? اه لصالح ناس كتير بقى. يعني كل واحد دايما مش هيقوله ان انا فشلت. اطلع يقولون ده ده فشل ده عمر فشل ده عمات فشل. لكن مش هيقوله ان احنا فشلنا. لكن انا بطلع انا عندي الجرأة وان انا عندي من الشجاعة ان اطلعوا ان انا غلط واتحمل غلط. واتحمل في مسؤولية ان الدوري ضع. انا عندي شجاعة ان نعمل كده. بس عندي شجاعة برضو ان ادفع على الناس يقول مشان الواحدة كنت سبب ان ضعي على الدور. خلص الدوري ده. شيلتي مشيلا مش بتاعتك. وبعدين بلغت بقى خلاص اتأكدت ان انت ماشي من نادي الزمالك. اه رحيلك عن نادي الزمالك كان ازاي بالنسبة لك? وانت من ناشئين نادي الزمالك كبات انفرقت نادي الزمالك. ومين بلغك بالكرار? وايه اللي حصل في فترة دي. والله انا حتى انا بالنسبة لي المخروج بناء الزمالك ده مكنش متوقعه ابدا. يعني مكنش عامل حسابه خالص. جي كده. مكنش عامل حسابه وانت عارف من قبل ما الدوري يخلص ان انت ماشي. مش مصدق بقى. صدمة. مش مصدق يا فعلا. هنا بقى اتأكدت من الكلام اللي اتقلي. في الوقت ده اتأكدت من الكلام اللي اتقلي قبل كده. مين ما كانش بيحبك يا امر من الدورة? مش هيقول لك مين? تتناصح مش هيقول لك مين. اله. فهنا اتأكدت من الكلام ده. واعتني انا ما يعني ما. الدوافع ايه الاافكار ما مكنش عارفة. اتبلغت بالتليفون. اه. وكيل تكلمني. قال لي النادي الزمالك موغفة ان انه تمشي وهتيجي دوقعت مع الناس بتعصى موحة وايجوا قبلوك في مدال لبنان وابتاعوا تقابلتم في مدال لبنان وكذا. وكيل مش مش مسؤول. وكيل. قال لك انت انا مشيت من نادي الزمالك. اه آه. وانت تقولوا بس انا ما انا حدش من النادي بلغني فانا مش عايفة اعود معاك وبصراحة قبل ما النادي بلغني فبعدها لاتسوز عميل مرتضابيك يكلمني وقال لي ان الاسموحة بيخلص فيك واحنا موفقين فانت روح اعود معاك ومشوف الدنيا فيها ايوه وفي اي وقت هنحتاج لنرجعك هنرجعك والكلام فانا وقتها حتى كنتش فاهم مسابلكش حتى تحوريات الاختيار تختاري النادي فرض عليك سموحة وسموحة يمكن انا وقتها لو كنت رفضت كنت ابقى فري كنت اروح اي حتى انا عايزها وكان وقتها اسمي كويس فانا روح اي حتى مساء توجهت على النادي سموحة وبعدين وبعدين لقيت فعلا كده وروحت عادت مع النادي سموحة واتفقت مع ايوه ومضيت دخلت في صف كتابه قبل دخلت في صف كتابه قبل زعلت اه طبعا زعلت اه ليه ما كنتش فاهم حاجة كنت يسعى صغير اول ما اطلع من النادي الزمالك عمري في حياتي ما اطلعت برا من النادي الزمالك عمري في حياتي ما اتكلمت مع وكيل لقيت نفسي بتحطه وبتوجهه بتاع تعرف اصلا ان انا لو اه لحد دلوقتي بما مضيتش استغنى مضيتش اله مخالصة مخالصة مع نادي الزمالك لغة دلوقتي لحد دلوقتي معني مخدش مستحقتك ولا خدت مستحقاتي ولا اتفقت معهم على على تسوية المستحقات ليه كم في نادي الزمالك تقريبا في السنة اللي انا مشيت فيها دي حوالي كلية بتاعي تلتمائة الف وقتها وليه ما فكرتش تشتكي غير باقي السنة غير باقي العقد القانون بيقول ان انا لو انا النادي فاسخ عادي من طرف واحد وانا روحت اشتكيت يحقل ان اخد العقد بتاعي كله ما اشتكتش ليه بقى ما مفعش ما قدرش بنا روح نلعب شوية يلا بينا زاكرتك ايه يعني كويسة بقى احكيلك تفاصيل بقى عملي طوري زاكرتك ايه زاكرتي كويسة تعال نروح لفاكرة الميموريز مع الكابتن عمر صلاح ونشوف زاكرته فعلا كويسة ولا يبقى ناسي حاجات يلا نبدأ الزاكرة يلا اول مباراة وجدت بها مع الزمالك رسميا كانت امام مين طلعي على الجيش والنتيجة خلصت كم تلاتة سفر طب فاكر في مطش الاهلي من اللي جاب اللي جوان بتاعكم بتاعكم بتاعنا احنا احنا خسرنا تلاتة واحد تلاتة واحد كان الشنة واللي بلعب كان دواسم مرسي جنين وصلافة حبون مباراة كمان من الاهلي من اللي سجلها ده فين للاهلي وليد سليمان جوني الرجاية مين كان خط الدفاع للزمالك الوينش علي جابر آآ فتوح استنى باكليفت مين باكريت كان حزم امام لا باكليفت والباكريت غلط الباكليفت والباكريت غلط ده ماتش يتنسي احمد توفيق غلط كان احمد توفيق غلط كان معروف باكليفت غلط واحد في المقصة واحد في الجيش علي فتحي محمد ناصف محمد ناصف باكريت باكريت اقول لك مين حسني فتح حسني فتح حسني فتح يعني حفظه لازاكرة مش وحش يعني شاركت اعمل اسماعلي في الكاس مع الزمالك مسم الفين وسبعتاشر الفين وطمانتاشر المباراة انتهيت كم اربعة واحد مين اللي جابها ده في الزمالك كاسونجو وباما كاسونجو جاب جنين تقريبا لا وباما اللي جاب جنين بالظبط مين جاب الجن الرابع لسه ماشي من نادي محمد عب عزيز صح انا كنت تقولك محمد عزيز جابه بالهد لما شايف جيت مين اللي جاب جن اسماعلي محمد صادق محمد صادق اخر مباراة وجدت بها مع الزمالك في الدوري كانت امام مين? الجونة. لا ما لعبتش كنت موجود. اخر مباراة. كانت اخر مباراة كانت الاهلي. وخلصت كم? خلصت واحد سفر. واحد سفر. اول مباراة شاركت فيها مع اسموحة كانت امام مين? شاركت بقى لعبت فيها. شاركت? في الدوري. كانت سموحة والمويل العرب. لا افسي مصر. افسي مصر. اه 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 صح. افسي مصر. بتاعت كم? كسبنا واحد سفر. صح. صلاح معصر. صح. المزاكرة كويس ايه? اهو? انا قلت لك. تدي نفسك كم من عشرة? عشرة. عشرة من عشرة انا عمال اغششك. تغشش سيني واحدة بس. بتاع تعليل بفتحي. اه انت جون بس في المانتومان يعني ما بتلعب. بتعرف تقطع الكوار ولا بيتعدى منك بسهولة? انا بقى عفا رقص. كمان? اترقصنا يعني? كده كده. تعال نروح لفاقرة المانتومان مع الكابتن عمر صلاح ونشوف هو وجو مهاري ولا بيعرف يصد بس. تشميسة عملت تويتا لشريف اكرامي تشكره على دعمه ليك وانك تعلمت منه حاجة كتير. قال لك ايه وتعلمت من ايه والمواقف. اه فعلا عملت له تويتا شكرته فيها. لانه عمل معي مواقف كتير. مسلا بعد مطش الاهلي اللي خسرنا فيه. لما دخلت القضة لقيته جاي وراي وبيقول لي كويس. وقال لي عملت مطش كويس وبتاع وتكلم بها بشكل كويس جدا. وقبل مطش نهزبور كانت اتصل بيا وكلمني. وعمل تويتا برضو دعمني فيها فكان لازم اشكره. اه دي التشميسة. اه كوبري الكابتن شاوي غريب ادك تلاتين دولار فعلا وايه كان الراهان. اه فعلا حصل كنا في السعودية. واه كابتن شاوي كنا بنعب باللينات. فكابتن شاوي قال لكل العيبة هيضايعة هيتخد منه مش عارف كم دولار. اه عشرة دولار تقريبا حقا كده. ووجونا الله يصدها هياخدها. فانا وقتها بقى الستين دولار داني تلاتين بس. ففتي ففتي. خدت تلاتين بقى ايه? اه خد لعما اه خصامهم. باكورد قلت جنش وغني مهرجان بتحبه. ماشي. اه قلت جنش اجنش اوقات لما كان يكلمني مثلا ايه بعد. ابورة ابورة تفيني ابا. ابا بيكلم كده. فدي طريقة كلامه. تفيني ابا مش بان لي. طب كلمني ماشي ماشي. ومهرجان بحبه. انه هتدخل يلا عبنا هنفجركم بكم بلا انتم مين يلا انتم مش من هنا. جيتوا من المياه وده اكلنا امسك هلفوت خد يلا. اتوا نجوم في السماء. احنا نجوم في السماء. مش عافية بس كده. دل انا فكرة. نروح للاعبة الاكس هو مع الكابتن عمر صلاح. ونشوف ايه هنغلبه ولا ولا هيغلب. جاهزة كابتن? هغلبك كده كده ان شاء الله. يلا كابتن. يلا بينا. لات بلو? لات بلو. ابدأ من هنا بقى. ابدأ من هنا. ممكن ناخد فين? هنا. ماشي. خليك تكسب ولا قفلها? لا قفلها عادي مش فرق. سهلك. عشان ما يقولوش المرة دي كمان انت بتسيري. خليك تكسب عشان انت ضيفنا. ماشي. اكسب كابت. ماشي. شكرا كسبتك. عمر صلاح حارس مغوب ولا حارس مصنوع? مش انه اللي اقول. الناس اللي تقول. يعني. انت اللي تقول. بتشوف نفسك ايه? الحمدلله انا عندي مغيبة كويسة. الحمدلله. بتفرق فيه الحارس المغوب والحارس المصنوع? بتبقى حاجات كده الهية فهم? يعني واحد مغوب في شغله فهم? بيعافي اعمل حاجات ما عكس ما واحد تاني بيتعلمها. بس دي النقطة. هسألك سؤال تاني. اسأل. هرجع بيك شوية للمبارات الجونة. تعملت ارجع بيك كتير او بس ماشي. يلا بي. ماشي. برات الجونة حسيت ان الهجوم عليك كان زيادة عن اللازم وانه مدفوع. ما عرفش حوال مدفوع ده. بس حسيته زيادة يعني. بس. زيادة عن لزوم. اه بس. دي النقطة. لكن ما عمش ازا كان مدفوع ولا لأ. ما عنديش العلم والله. في ناس ممكن تعمل كده. في لعيبة بتعمل كده. ان تبقى موجهة صفحات معينة. اللي دوافع معينة. انا والله ما عرفش. انا سمعت بس ما عرفش. مش متأكد فانا ما بقولش حاجة مش متأكد مني. الجبات دي بلومساية بس ماشي. ولا دي بلومساية لحاجة والله دي الحقيقة. لو اعرف كنت قلت. سنة بقولش حاجة مش عارفة. بتعرف تأتي بكورة التنس. او ممكن. شغال برجلك كويس ولا بيدك بس. لا بالاتنين اللي هيب عليك. جيب كم بيه? مش عارف احنا نشوف. نشوف. تيجي نشوف. تعال نروح بقى للتحدي الجديد والاخير مع الكابتن عمر صلاح. ونشوف. فهذا هو بيعرف يمسك بس ولا بيعرف ينطق ومش بايه كورة بكورة التنس. طبعا شوفنا مهارات كابتن عمر صلاح في كورة التنس فجئنا بيها كلنا. كناش نعرف ان هو العيب حريف اوي كده. يعني البحارج. بعدين دي حاجة بسيطة كده عشان الناس. حاجة بسيطة. الهاني هيعمل ايه لما يشوف الفيديو ده? مش عامل حاجة هيعمل فيديو زيه. اخر السؤال هسألوا لك معنا النهار دا. تمام. عملت حاجة واندمت عليها? اه. ايه? هي في حاجة انا عملتها واندمت عليها وبعتزر على انا كمان. يعني انا بعد المطش انهاية كنفادولية كان في حاجة كده عملتها. فيديو كده. ما كنت يعني مع الجمهور وكان فيه اه الفاظ يعني مش كايزة. انا بعتزر عنها جدا. خاصة لجمهور الناد الاهلي. وبعتزر يعني الموضوع دا وحاجة ندمت عليها جدا. بس فممكن وقتها ما كنتش فاهم. كنت لسها صغيرة شوية فما كنتش فاهم. بس. ايه لو ان انت عندك شجاعة لعتزار? بالزبط يعني ما حسيت ان الموضوع ما كانش رازمه. وانا كنت يمكن وقتها مش فاهم شوية. ويا دي النقطة بس اللي كنت حاجة بعتزر عنها يعني. وده بتنصح بيه كل اللعيبة اللي بينها بنشوفهم بيفعلوا نفس الفعل ده? وانا اللي انصحه بان حوارة الجماهير من اللعيبة ملاش علاقة بيها. يعني لازم يبقى كده الجماهير جماهير واللعيبة العيبة. فانا عملت فاهمة مش 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 كلاعيب ما ينفعش كلاعيب. فانا بعتزر عنه جدا واتمنى الناس تقبل اعتزار يعني. اكيد الجمهوري النادي الاهلي هي قبل اعتزارك خاصة ان انا دي دايما ما سميها شجاع عن اللعيب لما يطلق اعتزر عن حاجة دي ما بتقللش منه خالص بالعكس. بالزبط زي ما انا بحترم الناس زي ما هم يعني كابقى بالناس كتير اهلوها بصراحة بيحترموني جدا. وده ما يعلم لاش علاقة بالنازم منك خلاص ولا بالزمال كوية بس انا كمان فكان لازم اعتزر عنه عشان الاحترام اللي يبقى قبله من الناس يعني. اللي هل يفاوضك كم مرة? ولا مرة. ولا حتى انت صغير. ولا وانا صغير. زمال كوي. اه. كده كده كده. عمر انا كنت مبسوط ان انت موجود معانا من الحوارات الخفيفة الحلوة. وفعلا انا دايما بقول دايما عليك انك حارس موهوب مش مصنوع. وكنت مبسوط ان انت موجود معانا هنا في يلا كورا. انا كمان والله بسط جدا. وهتمنى ان استبسط بالحلقة ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. كده خلصت حلقتنا مع الكابتن عمر صلاح ونشوفكم مقددا مع نجوم يلا كورا.